يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدين مشاهدين ترانز النهاردة هيكون معنا حلقة فيها جميع الأخبار اللي اتكلمتوا فيها على السوشال ميديا على مدار الأسبوع ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفاقرة ترانز أف دي ويك واللي هيكون فيها خنائب بيكي وشاكيرة ماسي يدخل التاريخ ألم ماسك وحب مصر عودة شرين ويلا بينا نعرف كل التفاصيل واضح كده انه الخنائات بين المنفصلين واحدة في كل حتة في العالم وده على اختلاف جنسياتهم وطباعهم وحتى مراكزهم الاجتماعية وواضح برضو انه زعل السبت ووحش في كل حتة في العالم ولما بتقلب على الراجل محدش بيعرف يوقفها وعشان اللي مش متابعة الأسبوع اللي فات كان فيه خنائة اتصدرت التراند على السوشال ميديا وكانت الخنائة عبارة عن تلقيح بالكلام والأغاني بين النجمة العالمية شاكيرة وبيكي شاكيرة من أيام نازلت أغنية جديدة بتقول كلمتها رأيت نفسك صغيرا بالنسبة لي فأردت الارتباط بفتاة من مستواك اللافت للنظر بقى ان الأغنية حققت 66 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب بعد طرحها ب24 ساعة بس يوم واحد عشان تبقى الأغنية الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع كله الموضوع ما وقفش هنا لأن بيكي لما سمع الأغنية ماسكتش صحيح ومواجهش الكلام بشكل مباشر لشاكيرة ولكن رده جي بعد صدور الأغنية مباشرة لما كتب على صفحته على موقع تويتر تويتر كده قصيرة جدا وقال فيها يمكن أن تكون الحياة رائعة من الواضح كده أن المشكلة دي هتكامل معنا شوية لأن دي تاني مرة في كام شهر تقريبا شاكيرة تنازل أغنية تقول فيها كلام تقصد فيه أبو ولادها بيكي بعد انفصالهم بسبب خيانتوا لي الأسطورة ماسي تصدر الترند الأسبوع ده لأكتر من سبب السبب الأولين هو دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات رسمية معاه وعرضهم عليه مبلغ مالي خرافي وهو كان بقى 300 مليون دولار سنويا وعشان اللي مش متابع الدوري السعودي خليني أقول لك أن الصبقة دي هي محاولة من النادي اللي هو الهلال للرد على قيام نادي النصر واللي نجح في ضم طبعا كريستيانو ورونالدو من الآخر الهلال والنصر هناك عاملين زي عندنا هنا الأهلي والزمالك أما تاني حاجة خلت ماسي يتصدر الترند كانت التيشرت الدهبي اللي اتعملت له مخصوص وده تكريما لي على إنجازه الأخير مع منتخب الأرجنتين والفوز بكاس العالم التيشرت الدهبي دي حيتم وضعها في مدحف الفيفا وهو مصنوع من أقمشة خاصة جدا داخل فيها الدهب وفيها بعض القطع الذهبية بالكامل زي شعار المنتخب الأرجنتين اتفاعل عدد كبير من رواد السوشال ميديا حول العالم مع التويتا اللي كتبها رجل أعمال ألم ماسك مالك موقع تويتر طبعا واللي أشاد فيها بالحضارة المصرية متابعين ألم ماسك اتفعلوا بشكل كبير مع التويتا وقدرت أنها تجمع أكتر من 7 ملايين مشاهدة وحوالي 65 ألف أعجاب و3600 ريتويت إضافة طبعا لألاف التعليقات ومجرد كتابة التويتا دعا مصريين كتير لزيارة مصر وأبرزهم الدكتورة رانيا الماشاط وزير التعاون الدولي وكتبت في التويتا تعالى وانضم إلينا واكتشف المزيد من القصص غير المروية عن مصر الأديمة في المتحف المصري الكبير مع المجموعة الكاملة وغير المسبوقة للملك توت عن خأمون إنها تجربة لا مفيلة لها ومصر بترحب بيك وعلى كمان ينيدي بطريقة كوميدية وقال تعالى المصري يا رجل وسأكون مرشدك الشخصي مضيفا إنها حيعمل ده بفلاش وهيكون مجانا الفنانة شرين عبدالوهاب اتصدرت الترنت خلال الأيام اللي فاتب بعد حفلتها الأخيرة في الكويت وخصوصا لندق الظهور الرسمي الأول لشرين بعد مشكلتها الأخيرة طبعا يمكن الحفلة كان فيها أكتر من حاجة اتصدرت الترنت منها فيديو لجزء من الحفلة شرين بتسأل فيه الجمهور بتحب حسام ولا لأ ولكن الجمهور رد وقال لأ شرين كمان اتصدرت الترنت بسبب زيارتها للمطرب فضل شاكر في لبنان والفيديو اللي انتشر ليهم وهم بيسترجعوا ذكريات أغنيتهم العام الجديد وبسبب الإشعاعات اللي انتشرت حوالين الزيارة دي وإنه فضل شاكر ممنوع عنه الزيارات ردت شرين وقالت إنها حصلت على التصريح اللازمة لزيارته وبكده نكون خلصنا فقرة ترانز أوف دي ويك خلينا نعترف إن فيه موضوعات بتشد الناس جدا ومنها طبعا الموضوعات المتعلقة بالراجل والسد دايما النوع ده لما بتعرض في أي برنامج بالبلدي كده أو باللغة العامية بيقولوا عليه بيبيع نفسه ولكن مع الأسف النوعية دي من الموضوعات بقت بعض البرامج بيستخدموها بس علشان يتصدروا الترنت ويحققوا شهرة واسعة جدا حتى لو كانوا هم شخصيا مش مقتنعين بالكلام اللي بيقولوا ونتيجة ده إن الموضوع بيوسع وبيتحاول لخناقة ومشاكل على السوشيال ميديا بالزبط زي اللي حاصل بقاله كام أسبوع ما بين أنصار الرجالة وأنصار الستات وكل طرف منهم بقى شغال على إنه ينصف الطرف اللي هو في صفه وييجي على الطرف التاني وبقينا نسمع كلام غريب جدا علينا كلام من نوعات الست ازاي تعامل جزها والراجل إزاي يعامل مراتو وكأننا مثلا إحنا لسه مكتشفين فكرة الجواز دي حديثا أو كأننا مش عارفين الصح من الغلط وفي النهاية كل اللي استفدنا من الخناعة دي إن السوشيال ميديا بقت شبه ساحة الحرب بين الرجالة والستات والحقيقة إن ده كله حصل بدون أي سبب ومفيش مشكلة أصلا عشان تحصل الهيسة دي كلها عشان كده هيكون معنا دلوقتي على الزوم نانسي ماهر استشاري العلاقات الأسرية داكتور نانسي ازاي حضرتك؟ هاي حبيبتي ازايك عملا ايه؟ الحمد لله كله كويس داكتور طبعا انتي عارفة الخناعة اللي حصلة حاليا بسبب السوشيال ميديا أو البرامج اللي بتطلع على التلفزيون اللي بتأدي لمشاكل بين الرجل والمرأة آآ تأثيره ايه على الأسرة المصرية بشكل عام؟ آآ أولا أهلا بيكم مرسي على الاستضافة آآ أهلا بيجي اتشرفت بيكي بص يا حبيبي هو الفكرة الخناقة أو فكرة إن أنا يكون في حد بيدي تعليمات أو بيدي إرشادات أو بيدي لزوج أو الزوجة لازم يكون اللي بيدي ده مؤهل علميا ونفسيا واجتماعيا وكل حاجة إن هو يدي جايد لاينز عشان الناس تمشي عليهم آآ اللي بيحصل على السوشيال ميديا إن الناس أي حد بيدخل يكتب قامت أو أي حد بيدخل يعلق في جروب بيبقى كل الكلام ماشي في سكة إن إحنا آآ ده بيدافع وده بيدافع فبقى فيه نزاع فزي ما كان فيه آآ ترند من فترة وبتاع آآ الزوجة منزمة بإيه ومش منزمة بإيه ففيه حاجات عمالة بتتحط فوق بعضها بتخلي فيه زي شحن الزوج وزوجة مع بعض في الجوة العلاقة آآ فبيخلي ده حاجة من الحاجات اللي بتؤثر على طبيعة العلاقة بينهم يعني مثلا لو ستة عايزة إن هي تعمل بيت سوي وتبقى فيه شراكة بينها وبين الزوج آآ ممكن بعض الترندات خليها تحس إنها خانيعة مش خاضعة خانيعة يعني هي درجة أقل من حيث إن هي فيه زي سلطة وهي لازم تبقى بتعمل حاجات معينة بأسلوب كده مش مدروس عمال بيبث في المجتمع فده طبعا حاجة من الحاجات المحتاجة المعينة تشكيل فيه أو العاكس يا دكتور إن أريد الحاجات معينة هي مرفوضة في الحياة أو مرفوضة في العادات والتقاليد مرفوضة في المنطق ومرفوضة في الدين ومرفوضة في العادات والتقاليد ومرفوضة في كل حاجة قائمة على العقل والاتزان فهمت ما قصدي يعني إحنا لما بنرجع في العلاقات بالذات بنرجع لإيه؟ بنرجع للدين والأديان وبنرجع للمنطق وبنرجع ليه العلم الثلاث حاجات دول بيعملوا إيه؟ بمفروض إن هو كل شغلنا وكل ريسورش اللي بنعمله وكل حاجات بتقول يا جماعة إن الزوج والزوجة دول كأن هو إيه؟ معين ومعين نظيره يعني اتنين شريكين بارتنرز في العلاقة كل واحد بيدي كل حاجة يقدر يديها عشان خاطر يستقبل اللي يقدر التاني يديه فبيبقى فيه concept المواده والرحمة أنا لما أخلي فيه ترفق سادي أو ليه سادية أو ليه سلطة متحكمة بشكل مرضي حتى السلطة اللي ربنا الله سبحانه وتعالى أدىها للرجل مثلا في الزواج ادى له القيادة ودى له القوامة كانت بشروط كانت بشروط وكانت بفكر وكانت بحاجات معينة وطالب من الست على فكرة إنها تمامية يا دكتور تطيع جوزها بس برضو بما يرضي الله هو بما يرضي الله هو ربنا لما قال حاجة قالها بشروطها لكن احنا بنعمل ايه احنا بناخد الحاجة وما بناخدش شروطها وبنروح ايين الحاجة كده وايه ومكبرين الموضوع بقى و لازم كله يقل اي حاجة بس اللي بيحصل ايه ايه انا بيبقى فيه ترند والترند ده بيطلع على السوشال ميديا وكل الناس بتسخن وبتقوله بترده بتعلي عشان خطر الناس بحثا بقى عن اي حاجة الله اعلم بنواية الناس مش هنتدخل في نواية حاجة بس at the end of the day او في اخر اليوم يعني احنا بنفكر هو الزوج والزوجة دول اللي بتقفل عليهم باب هم مستقبلين او متعاملين مع الامور الزي هل هم متعاملين باستفادة يا جماعة لو في استفادة انا على عيني وعلى راسي ياريت اتمنى جدا يعني طبعا اكيد عارفة يا دكتور نانسي كمان يعني شفت بجد خناقية حصل كتير جدا في البيوت بسبب الموضوع ده يعني الزوج ابتده يتفرج على حاجات معينة فابتده يتهم زوجته بان هي زي ما بتتعملش معها بالاشلوب ده او شايفة ازاي كل الناس لحتى هم بيقول وهو على السوشيال ميزيا وبيقول وهو على التلفزيون انت كان المفروض انا مكنتش فاهم ان ده الصح انا مكنتش فاهم ان ده اللي الطبيعي انت واضح ان انت بتعمليه بطريقة مش كويسة مثلا تفكري حضرتك ازاي احنا نعرف ايه هو الصح اللي ممكن نتفرج عليه وايه هو الغلط او زي نميز ممكن تقوليني ممكن نعمل ايه اه بصي هو اللي انا شايفاه او يعني من اللي احنا بنشوفه في البيوت دلوقتي والفكر زي ما بقولك اللي بدأ للناس تردده حتى احيانا من غير فهم انه اول قاعدة مش اي كلمة تسمعها تأثر فيك تاني حاجة المرجع بتاعك يكون مرجع ديني ومرجع اخلاقي ومنطقي وعلمي انت عرفت الثلاث حاجات دول وملاقيت ان اللي بيتقال ده بيعمل زي الشكلست كده مناسب للثلاث حاجات تمام يبقى انت كده تمام لكن هتاخد كلمة من شخص وتاخدها تغذي بيها رغبة جواك انه انا كان نفسي ده اللي يحصل او احيانا انا ما كانش نفسي احنا ما كنتش عرف ان ده ممكن يحصل زي ما حديك بتقولي بس انا دلوقتي عاوز ده يبقى احنا كده بنعمل حاجة هشة مش مبنية على اي حاجة تبني بتسوي او بتساوي طبعا بالنسبة للزوجة نفس الكلام يعني فيه اي ترند يقوي يقوي ازدوك او يحسسها ان هي المفروض تنسى دينها وتنسى اساسيات تربيتها وتنسى الاصول وتنسى 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 في سبيل انها تفالو او تمشي ورا القطيع او تتبع الترند لا احنا هنا في مشكلة كبيرة قبل طبعا ايه المشكلة الكبيرة ان احنا في حتة انه انا ما بقاش عندي منطق وبالتالي اه المشاكل في البيوت هتتفاقم يمشى تزيد اي هتتفاقم احنا قراضي بنعاني من في شغلنا بنشوف مشاكل كتير جدا وتطلع من حاجات جديدة يعني كل عصر دي مشاكل ازبابها جديدة عن العصر اللي قبله طبعا فهتلاقي ان في حاجات غريبة بدأت تطلع البنات الصغيرين اللي هوا فرحالة مراقق او لسه بيتكونوا انا عايزة وصل لهم ايه انا عايزة خليها تجاول او ده كنت عايزة سأل حضراتك دوردو يا دكتورة نانسي حالا على الموضوع ده تأثير النوعية دي من الترانز على التين ايجرز او المراققين بتكون ايه بالضبط انا حبيبتي لو انا عايزة ارابي بنموتة يعني في السن المراقق ان هي تكون بني قدمة سوية يقولوا ان في سن المراقق حتى انا في كتابي بتاع المراقق شرحت ان في حاجة مهمة للمراقق اسمها الرول مودل او القدوة في سن المراقق الشباب والشابات بيبقوا بيدوروا على القدوة الشاب المفروض يبقى القدوة بتاعته حد يعرف يعني ايه رجولة ولو هو مش مثلا مفتقد عنصر للاب السبب او لاخر فيه لازم يكون فيه بديل فبنصميه الميل فيجر البنت نفسك كلام لازم يكون فيه ايقونة للرجولة وللقنوثة خلي بالك احنا دخلين في حتة ان البنت لو طلبت انها تكون قنوثة معناه بقى الترند انشغلة دلوقتي ان انتي عشان تكون قنوثة تكوني حاناعة تكوني مش عارفة بتعملي ايه تكوني الصوت ايه الالحاجات دي مش هيالrió بتدل على انوستك انتي وقت تكوني بتعملي كل دا بس وشخصيتك طب للقنوثة وبتعامale مشكلة فالموضوع ماشي بسكة إن إحنا عايزين نتكون الشباب يعملوا لي بيوت ونترحم فيها من اللي إحنا شايفينه دلوقتي يبقى ابني صح أسس صح أسس يعني إيه علاقة يعني فيه مثلا في علم العلاقات في حاجة بتقولك إيه فيه بيت كده اسمه بيت العلاقات اسمه The Sound Relationship House من ضمن الرفوف بتاعة البيت أو الأدوار حاجة اسمها shared activities إن يكون فيه نشاطات مشتركة ومش بس نشاطات اللي هو الخروج والفوسح لا المسئولية بتاعة البيت لما بيقولي اتنين كاب المثلا المخطبين بنقعد نتكلم معاهم في المشاكل المحتملة ومن ضمن المشاكل المحتملة الموعين والبيت والمطبخ والحاجات دي والحاجات دي اللي تريسهم أبار والتسيق أبار إن إحنا كنا نقلل يا جماعة اللي بيحصل إحنا دخلين في عصر نظر زم البيوت محتاجة المرأة بتشتغل والرجل بيشتغل الاتنين بيعمل عشان نوازن الغلاء ونوازن الإحتياجات الولاد والحاجات فلما يجي أحط عبء الزيادة على المرأة أو أحط عبء الزيادة على الرجل على فكرة هو عبء لأن انت بتحط قناعة في دماغه إن إنت محتاج كذا وأنا في دي حاجة كانت بقى حتى في الكتابي الأخير اسمها خلق الاحتياج إنت بتخلق احتياج ما كانش موجود جوة دماغه برا النطاق المنطق والدين والعلم فبيبدأ يحس إيه ده ده أنا مفروب بقى حد ما عرفش يعمل لي إيه وحد مش عارف يخلي باله من إيه وحد مش عارف وده بفلوسي مناطق صعبة هتؤثر بشكل سلبي جدا على حتى الولادة في البيت ده إحنا من ضمن الحاجات اللي بنناقشها وأنا كتبتها في كل كتابيه وبقولها في كل محاضرته كل الكورسات اللي هو المقارنة بتؤذي جدا فأنا النهار ده لما أجيب حد وأصلت عليه الضوء وأقول إن ده شخص الناس قرنوا نفسوه بيه أنا كده بعمل مشكلة كثيرة طبعا لأن هقارن نفسي بإيه مفيش وجهة مقارنة إذا كان إحنا لما بنتكلم في الكابلز أو في المتزوجين يعني أو المخطوبين مفيش مثلا فيه فقسين متجاوزة صاد وعين متجاوزة لامة ولا ده ينفع طبق عليه قاعدة بتاعدها ولا ده ينفع طبق عليه قاعدة بتاعدها كل الزيجة هي حالة فردية ملهجة أو التاني ففكرة إن أنا قاعدة أقول المفروض وما فيش حاجة اسمها المفروض طالما حاجة برا نطاق تاني العلم والدين والمنطق يبقى أنا كده بعمل حاجة مش مؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع طبق دكتور نانسي أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال الأخير دلوقتي هل أنا عارفة إن السوشيال ميديا بقت تعتبر العالم البديل للعالم الحقيقي اللي إحنا عايشين فيه ويمكن الناس كتشير جدا عايشة على السوشيال ميديا أكتر ما هم عايشين في الحياة بغض النظر إن ندمش الطبيعي وندمش الصح لكن هو اللي حاصل تفتكري إن إحنا نناقش المشاكل الأسرية بين الرجل والستة على السوشيال ميديا ده وضع طبيعي دلوقتي ولا لا؟ حسب نوع المناقشة يعني أنا بقالي حوالي عشر سنين على السوشيال ميديا من أول يوم عملت الصفحة وبدأت أتكلم فيها على كل ما يخص العلاقات بكل أشكال بس كل ما باجي أكتب حتى بوست بحترم القراء زي ما بنقول ما فيش حاجة اسمها إن أنا بكتب حاجة بهوى شخصي أو بفكر لمجرب بس إن إحنا عايزين نعمل ترند أو عايزين نعمل خناقة أو عايزين نعمل حاجة لو وده يعني دعوة بشكركم جدا أنتوا فتحيني المجال ده لو أنت كقارق شايف إن اللي قدامك ده ما احترمكش ومغدلكش إمتك إنه يذاكر كويس ويأسس الفوست أو الفيديو أو الحاجة اللي بيكتبها دي صح؟ يبقى لو سمحت خلي بالك ورجع أعمل أنت الفلكتر بتاعك مرة ودين وثلاثة قبل ما تسمح الحاجة دي تأثر على نفسيتك فاهميني لو أنا جيت قلت إن أنا آآ الخناقات على السوشال ميديا لا السوشال ميديا ليس مجالا بإن أنا قاعد أقول أسرار بيتي ومشابي لأنه أنا لما باجي أقول مشكلة أنا بقولها أولا من وجهة نظري أنا فقط ثانيا ما بيبقاش بكلام كله حقيقي ثالثا ببقى عايز أجمل صورتي بشكل أو بآخر قدام بالناس رابعا ببقى بشكل مفعيل أو عاطفي فمش شرط يكون العقل والمنطق موجودين فكل الحاجات دي تخلي إيه تخلي لو حد تاني سواء بنت في بداية وأنا يا ما شفت يا ما شفت بنات فعلا حياتها وبيوتها باظت بسبب جروبات السوشال ميديا اللي هي هي بتخش تلاقي إيه ده ده نانكوزي بيعمل زي ما البنت دي بتتكلم عن جزء في حين بالصدفة البحثة والمفارقات الطريفة إنه أحيانا بيكون واحدة من اللي حطى المشاكل مثلا بيجيني لما بتحكي لي المشكلة بلاقي إن المشكلة هي ربع بتحكي ربع الحقيقة مش عايزة تكذب بس هي جوه المشكلة فمش شايفة الآخر الصورة كبيرة الضبط الطرف اللي معايا بيعمل ايه القصة اللي حاصل بنا ده عام يحاصل ايه فكل الكلام ده بيؤدي في النهاية إنه أنا ببقى عايزة نفسي أقول للناس يا جماعة خلي بالكو أنت تتراجع مرة واثنين وثلاثة قبل ما أنتو مثلا يعني بتعملوا حلقة في البرنامج فيه إعداد وفيه أفكار وفيه ترتيبات وفيه حاجات كتير قوي بتتعامل عشان خاطر يعني أنتو بتحترموا المشاهد فبحترم المشاهد دي أنا بدور على الحاجة اللي أنا بوصلها له أنا ليه رسالة لكن اللي قاعد عايز بس الشهرة أو عايز بس فلوس أو عايز بس مشاهدات أو 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 دي مش رسالة مش الرسالة اللي نلعب فيها في العلاقات أتكلم في أي حاجة؟ كلاهو في طبيقه تكلم في التمارين الراضي أو في السكن كير في العنابل بوشرا أو أي حاجة غير التمارين لأن صدقيني الناس ما بقيتش مستحملة بجرد مرسي جدا يا دكتور نانسي مهر استشعر العلاقات الأسرية بشكر حضرتك جدا على الزوم ده بكده نكون خلصنا فقرة سكوك بس قبل ما نطلع على الفاصل عايز بس أقول كلمة صغيرة إن يا جماعة قبل ما نتفرج على الحاجة قبل ما نعمل شير على السوشال ميديا بتاعتنا نفكر كويس قوي هو كام واحد مراهق أو مراهقة هيتفرجوا على اللي أنا حطيته دلوقتي حالا ده وهيأثر فيهم إزاي؟ وهيتبروا وهيتعلموا إيه؟ يا ديت يا جماعة نميز قبل ما نتفرج أو نعمل شير لأي حاجة خصوصا في الحاجات اللي فيها بيت وفيها أسرة وفيها أطفال ودلوقتي خلونا نروح نشوف فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا استنونها على إنستجرام بيتابعوا 16 مليون فالور طيب يا ترى الهضباء بيتابع مين على الإنستجرام؟ هم 17 أكاونت منهم طبعا ولاده نور وعبد الله وكنزي وجانا وكمان الفنان أحمد حلمي وراغب علامة الهضباء نشر على إنستجرام 1212 فوص لحد الوقت أغلبهم صور من حفلاته وفيديوز لأغنيه الجديدة وصور لي معه أصحابه وفرقته الموسيقية نروح بقى لتويتر الهضباء بيتابعوا 11 مليون وخمسمائة ألف فالور وهو عام الفالو لعشر أكاونت بس ونشر لحد الوقت 3335 تويت وآخر تويت طبعا أغنيته الجديدة سينجل واللي تعمل لها ريتويت 683 مرة تويتر الهضباء كله أغاني جديدة وتويتس عن حفلات وأرقام وصور جديدة لكل أغنية تعالوا نروح لليوتيوب القناة عليها أكتر من 5 مليون مشترك ونشر حوالي 83 فيديوز لحد دلوقتي القناة دي أطلقها عمر الزياب سنة 2006 والحد الوقتي حققت إجمالي مشاهدات لكل الفيديوز وصلت لمليار و600 مليون مشاهدة قناة عمر الزياب على يوتيوب بقت هي المصدر الرسمي والرئيسي لكل ألبوماته الأخيرة وتحديدا من أول ما بدأ ينتج ألبوماته بنفسه من سنة 2016 مع ألبوم أحلى وأحلى وبكده خلصت السوشال لاب النهاردة ودلوقتي تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقاتنا مع ضيف ترانز النهاردة كلنا عارفين إن الحياة بتكون يوم حلق ويوم صعب ولكن إن إحنا نقدر طول الوقت نكون دايماً متفقلين وإيجابيين ده أكيد بيسعيدنا نعزي لحظات صعبة كتيرة جداً في الحياة السوشال ميديا دلوقتي بقى فيها كتير من الحاجات اللي بتصدر لنا تقاطسة البير وقررنا إن إحنا نغير كل ده ويكون دفنا النهاردة شخص مشهور بالمواطن المتفاقل لأنه بيصدر دايماً تقاطئ إجابية وتفاقل للناس وقدر إنه يوصل للناس بسرعة جداً والفيديوز بتاعته تحقق مشاهدات عالية جداً دفنا النهاردة محمود عبد المجي زيك يا محمود؟ زيك يا ريهام عاملاي الحمد لله من ساعة ما دخلت الستوديو وإنت مديني اتسامة كده من هنا لهنا وأنا مبسوطة بيها جداً خليت اليوم يتغير كده بعد أن الواحد جاي في الزحمة وبداية جيدة انا كويس الحمد لله مبسوط جداً أنا معي كرام نارضة وأنا كمان مبسوطة جداً وعايزة أسحب منك الاتقاء الإجابية أخدها لنفسي شوية أرجوك قولي بقى زي الأول ابتديت الصفحة بتاعتك على السوشيال نيزيو طيب أنا بدأت مش من زمانة بدأت من سنتيني والفكرة إن أنا مهندس وكنت عيش برا في أمريكا ورجعت مصر بقى لي سبعة سنين فكت بدي محاضرة وفجأة الطلبة كلها في المحاضرة أول ما عرفوا إن أنا كنت في أمريكا بقت الموضوع إنت زي سبت أمريكا وجيت على مصر وجيت مصر ده إحنا عايزين نسابر إحنا عايزين وإنت كنت هناك وجيت وبدأ الكلام وقيت حد بيقول لي أنت حضرتك متفائل قوي كلمة متفائل دي رنت في أداني بعد كده قلت طيب والله الواحد دي حاجة كويسة ده أنا مواطن متفائل ورحت نزل على السوشيال ميديا وكتبت أنا مواطن متفائل عشر ثواني خمستاشر ثانية والنهاردة سنتين أنا طالع معك بنتكلم على حاجة أن الناس لقيت عندها الناس مبسوطة بيها الناس بالتباني الناس بتتفرج الناس عايزة دوت الناس حابة أنها تشوف حاجة أن لا خير إن شاء الله بتفكر تفكير سودوي دلوقتي صح؟ لازم أمل عاكمنا لازم تعاكم ما مش ممكن لا تقدرش تعيش لازم تعاكمي لازم تفكير سودوي كفاية تفكير سودوي اللي في دماغك ده مش هيحصل تفقله بالخلطة جدا لا بقى هو خلاص طب قولي انت فكر يا محمود أول فيديو خالص عملته؟ أول فيديو عملته أول فيديو عملته كنت بتكلم على إن كله بيشتكي إن حاجة وبقول يا جماعة هو معقولة كل حاجة وحشة كله بيشتكي من كله محدش كده بياخد وقفة كده بيقول يمكن أنا شايف الموضوع بشكل مختلف وده كان من الفيديوهات اللي أنا عملتها والناس يعني بدأت اللي هو إن ده أنا كنت قاعد مع ناس وكله بيشتكي من كل حاجة والمهندس بيشتكي من الدكتور والدكتور بيشتكي من السوبر اللي هو لفة ما بتخلص لفة ما بتخلص لفة ما بتخلص طب ما حد ممكن يقول لا الحمد لله جماعة والله إحنا كويسين إحنا عندنا حاجة زي كده ده كان أول فيديو عملته ده كان في شهر تسعة الفين واحد وعشرين لا الفين وعشرين عشرين عشرين يعني من ثلاث سنين تقريبا تقريبا إحنا عندنا حتة كده إن إحنا دائما بنحب نشتكي حتى لما تتكلم مع صاحبك أو صاحبتي مثلا أيها يقولها يا بنتي يقولي الحمد لله فاي غير إلي لك آو طبعا الحمد لله بس اصلا عرفه من الناد وقال لي بلنا اللي نفس صديق نفس الصديقة موجودة لا على بكرة كلنا بنعمل حاجات يعني لما أنا بحث أنها مثلا مخنوة قوي من موضوع مدايقني أو حاجة فحد ييقول لي لأ بس برده يعني يقولي الحمد لله غير كذا الحمد لله بس بالصراحة كلنا بنعمل كده يعني كلنا واحنا جوا المشكلة مش بنبقى حاسين قوي ان الموضوع يتحل بسرعة طبعا باشكر ربنا على كل حاجة مديهالي تانية في الحياة بساعتها في اللحظة دي روح بيكون مخنوق قوي فبيقول الحمدالله بس بس أصل كذا وده وده طبيعي احنا قلنا كل ما كده والتفاقم مش معناه ان انا لما تجيني مشكلة اللي هو لا لا هادي اه يا عمنا بقى 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 الحياة حلوة انا لا 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 ده مش معناه التفاقم ده معناه وهم اه صح التفاقل مش معناه الوهم التفاقل معناه ان انا انا شايف عندي مشكلة بقول الحمدلله ان الحمدلله ربنا قال لنا اقوله الحمدلله على كل حاجة فحنا الحمدلله يعني ده حاجة بتساعدنا لكن التفاقل معناه ان انا شوف المشكلة اللي عندي ما تشاقمش انها هبوز وهتعك انها لو بايزة هعمل انا ايما هي كده ولا كده بايزة صح لكن التفاقلي خلينا اي اي انا شايف ان ده مشكلة هتعامل معها واقدر ان شاء الله اطلع منها بس محتاجة اعمل واحد اتنين تلاتة افكر في حلول افكر في حلول وفي اوئب تبقى ضلمة بس الوقت بيحلها يعني انا ساعات بتبقى انا بقول لك اوان الموطن متفائل انا في اوئب تبقى ضلمة ضلمة طبعا ما انت بني اي ده مرضو على ذكر بعمل زي اي ذكر شرقي اروح رايح لماما ماما تخش اذكر عليها كده تقول لي في مشكلة اقول لها مش عايزة تكلم على اي حاجة اقعد شوية تعمل لي حاجة اكلها كده مرة تتكلمني فان عند ماما اي بقى في حجام دايقاني كبيرة اوي خلاص الوقت ممكن يعديها وده حاجة يعني بلاش نتعامل مع ان التفاقل ده واهم لا التفاقل مش واهم ان اقول لك بقى حاجة ظريفة احنا بنا ساعات كتير بنتشائم ونفكر تفكير سوداوي وانها مش تحل تلاتة وتسعين في المية من ده ما بيحصلش بيحصاريات يعني الدراسات بتقول تلاتة وتسعين في المية من التفكير السيء ما بيحصلش يبقى مين اللي عايش في الواهم البنيات اللي بيفكر دايما تفكير ايه سلبي مش بقى المتفاقل وخالي بالك مصريين كتير اوي ماشيين متفاقلين بس هم شغلين بلا ازاي؟ ان هو يقولك ايه؟ لا ما هتعدي احنا في كل مشكلة احنا اكتر ناس بتتريع على حال نفسهم احنا اكتر ناس بتطلع نكت احنا اكتر ناس بتطلع نكت احنا اكتر ناس بتعب وفعز النكت وفعز اي من نوع من اي مقساة تلاقي دايما التهريج والنكت بتطلع على طول احنا برضو شعب لزيز احنا جدا جدا صح؟ احنا الوزيز يا جماعة احنا حلوة يعني احنا بنعمل ده شوف انت قلت ازاي في عز النكت في عز الازمة تلاقي نكت وهزار ودحك والناس بتحاول تطلع نفسها احنا شعب والله يعني عاي وعنده دوت بس هو ايه محتاج كان محتاج حد يوجهه يقول له لا اخلي بالك انت متفاعل واللي بتعمله ده هو ده الصح وهده اللي يعديك من المشكلة طب قولي يا محمود في البداية اكيد كان فيه صعوبات على السوشال ميديا ايه 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 اكتر الصعوبات لو تفتكرها وايه اكتر الانتقادات اللي جتلك وتعاملت معها ازاي؟ اه بوسي اول الصراحة اكتر صعوبات الكاتب بتيدي على السوشال ميديا هو الانتقاد السوشال ميديا دي يا جماعة زي انت في الاعلام انت في الاعلام انت حط نفسك قدام الناس كلها كل حد يراي طبعا وعلى السوشال ميديا مافيش انت مش شايفة اللي بيتكلم فالحد اللي بيرد اللي بينتقد بينتقد قوي بيقول كلام ساعات يوجع ويخليك انت تشكي في نفسك يعني انا كان بيجي لانتقادات وكومنتات خليني محمول انا ليه بعمل كده انا لا لا وناس تقول لي لا 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 بطل ولأ والفيديو ده مليش لازمة وايه الكلام ده وممكن توصل مساجات الى حد يعني ايه شتيمة كنت متفائل بقى ساعتها؟ اه مش اوي اكيد مش اوي كنت قلقاني وكنت خايف وفي حاجات كنت انزل فيديو وامسحه لحد ما يعني حد كده مشهورة على السوشال ميديا قال لي عادي على فكرة وده الطبيعي ما تركز في الحاجات دي ما تبصش يعني بحس الناس اللي دايما بتقدم محتوى لزيزة على السوشال ميديا مش لازم يكون كله حاجات تعليمية او ان انت ازاي تكون احسن او يعني ساعات بيكون في محتوى على فكرة ده مخفيف هو فكرته ان انت تبتسم وتضحك او ان انت تحس ان انت عملت حاجة النهاردة بان انت سمعت معلومة وصغيرة قد كده المحتوى بيختلف من شخص التاني بس هو في ناس كتيرة جدا 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 بيدخلوا يديلك قومنت او تعليقات بيكون سخيفة جدا 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 هي الفكرة ان ان لو انت ما بتقدمش حاجة حلوة ده رأيي مفيش حد هيبقى شايفك محدش هيخد من وقته المجهود ان هو يكتب لك الفاش الفاشة فمحدش بيتعب ان هو يفشله زيادة مظبوط وفيه حاجتين يعني فيه نقطتين مهمين جدا كما انت بتكلمي في ده طبعا فيه حد ممكن يعمل محتوى هو او هي عايزة مستتحك بالزبط زي ما فيه فيلم كوميدي وفيه دراما وفيه برنامج كوميدي وفيه برنامج بيحل القضايا سياسية شائكة او حاجات زي كده السوشال ميديا نفس الحكاية بس فيه نقطة انا كصانع محتوى فيه حد خد من وقته دقيقة او لدقتين ان هو يخش ويكتب تعليق سيئ جدا سخيف جدا انا بتقطف معا ان هو اكيد عنده مشكلة في حياته هو او هي اكبر من ان ده تنفيس يعني ان هو ما يعرفنيش ولو شافني في الشارع ممكن مستحيل يقولي كده وتسعين في المية ييجي تسأل معيك ويتصور معيك عادي جدا لكن هو بيطلق حاجة فانا اللي هو يعني ده المشكلة اللي عندك طيب محمود من خلال النهاردة عايزين نفهم مدنك يعني ايه كلمة موتوفيشنال سبيكر على السوشال ميديا اوكا هقولك بقى معلومة خطيرة ممكن تشرحها لي الاول بالعربي موتوفيشنال هو محادث تحفيزي بيحفز اللي قدامه عن طريق كلام او معلومة بيقولها ان هو الشخص اللي قدامه اللي هو هي يمشي ينفذ الحاجة اللي هو عايزها او اللي هي عايزها يسمع الكلمة دي يتم استثارته او استثارتها ان هو انا عايز اعمل الحاجة دي فانا كنت داخل ان انا عايز اعمل كذا فانا فعلا هستمر واعمل دوت النقطة عندنا بقى ان احنا كده خلصنا يعني ايه تحفيز بالزبط التحفيز ده مش حاجة مستمرة على طول يعني يقولك ايه انا فقد الحماس الحماس مش حاجة مكملة معي طول الوقت بتروح وتيجي بتروح وتيجي المهم ايه الاستمرارية يعني انتي دلوقتي نازلة البرنامج الصبح جاي دنيا في مطر زحمة مدرسة ماء مقطوعة ماء مقطوعة بالزبط كنا بنتكلم ده قبل التسجيل الهواء قبل الهواء انه الماء مقطوعة ده ده كان كله يخليك ان انتي مش متحمسة قوي للحاجة تحصل بس فيه التزام طبعا الالتزام هو اللي يخليني احسن بقى ان انا مهما كانت الصعوبات انا مكملة اكيلي بقى عن موضوع الشائق ده ده اكيد احنا اول ما ييجي المواضيع دايما على اه لسه كنا بنقول في بداية الحلقة عن العلاقات بين الرجل والمرأة دايما تلاقي كله رحمة ارتق وده انو كده وعايز يسمع ويشوف ده ده اشهر فيديو ده 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 كانت الانطلاق الحقيقي لمحمود عبد الميجيز عباسو شبه ايه طب خلينا انا الاول نشرح بردو يعني هي يو كانت فكسم بالعربي يعني مش هتقدر تسلح حتى بس انت كنت بتوجه الكلام للبنات للبنات يعني انت بتقول للست انتي مش هتقدري تغياري هذا الشخص او تسلحيه ده معنى اصحا او تسلحيه اه في بنات كتير وده ممتشر اكتر في البنات يعني للامانة ان هي بتتعامل مع راجل او ولد ايان كتب الفائل عمرية ان هو فيه حاجات هي مش عايزاها مش مبسوطة بيها ستقول لك لا 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 انا هنغيره بعد الجواز انا بعد الجواز هنغيره اه وبعد كده بعد الجواز من اليوم في محاكم الاسرة التطور الطبيعي بتاع الحاجة الساعة اللي احنا بنشوفه ليه ان هي دخلت الدخلة الاولانية لا 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 انتم متعرفوني ايش انا قدر اعملين ايه طبعا معروفة انا حكاية معروفة انا حكاية انا بتقوم لي شيء خالص اه بالضبط لا ابوه ولا امه ولا الزمن غيروه ليه متوقع ان انتي اللي هتغيرين الحاجة فيه واحدة او حد يقولك لا لا هو اتغير ايوه هو كان عايز يتغير هو كان شايف في نفسه ان هو اللي بيعمله ده حاجة مش حبيبها او مش عايزها وعايز يغيرها في نفسه طلب المساعدة طلب النصيحة من حد ادايه كان تشتغلي معنا ويتحسن بس هادم ييجي الاول منه منه هو في حد لو مش عايز يعمل حاجة بيعملها احنا مش بنتكلم على اطفال اصلا بنتكلم على ناس كبار في السن يعني فاهمين وعيين في حاجة مش عايز يعملها خلاص مش عاملها ده سواء الحكاية دي بتحصل لراجل او لست لو حد ش عايز يعمل حاجة ما بيعملهاش فاللي خلينا نعتقد ان انا هغير بني ادم من جهة ربنا بيقول لنا كده لكل بنت بتتفرج عليه والله العظيم يو كان تفكس وحيات ولادي يو كان تفكس لو هو بروكن سي بروكن دون تفكس بس انا عايز اسألك على حاجة تعتقد ده اعتقادي الشخصي ماشي ان انا بحس ان الست ممكن الراجل يغيره مش كل الستات طبعا بس يعني التركيبة بتاعت الست عمتا هي اسهل علشان تحافظ اكتر على بيتها وعلشان تحافظ اكتر على جوزها وعشان خاطر ولادها وعشان خاطر هي بتحبه قوي وعشان خاطر هي حسيسة قوي حساسة جدا فبحس ان هي ممكن تتغير في حاجات كتيرة جدا علشان جزء صح شفت بعض الستات قطيب ازاي؟ انا مهما يعني مقدرش اتكلم بس الست عمتا والست المصرية بشكل كبير بيبقى عندها القدرة اللي هي عايزة تماشي الامور هي عايزة تماشي الدنيا عايزة تماشي المركز وبتيجي على نفسها هي مش بتتغير هي بتيجي على نفسها عشان ما تعملش دوت عشان وفي اوقات كتير بتبقى شايفة ان جزء هتعبان وشايل الهم فعايزة طيب خاطره عايزة اللي هو انا معاك انا في ظهرك تعارف فيه كلمة وفي احنا من كده طيب؟ لا مفيش طبيعي لا احنا دوس احنا عندنا جملة شيرة يعني انا دايما بحب اقولها تقولك الستة المصرية تقول له يا حبيبي يا اخوي يعني قربته لقربة علاقة الدم ان انا في ظهرك انا معاك وده الطبيعي ده اللي احنا او مش ده الطبيعي ده اللي احنا ربنا عليه اه طب في تغيير دلوقتي بيحصل يعني برضو عشان ابقى منصف في حاجات ان لأ بقى فيه نوع من انواع اللي هو ايه انا كده او اذا كان عاجب من الراجل او من الستة؟ بقى بيحصل في اللي انا بشوف الموضوع ده انا انا معنديش مشكلة في الكلمة دي بس نبقى من الاول وطحين يعني سواء الراجل او الستة من الاول انا كده ومش هتغير اعرف ان برضو فيه رجالة يقول لك انا هتجاوزها وبعد الجوازة غيرها قصية بتشتغل قبل الجواز فانا ما هتجاوزها لها مفيش حاجة اسمها عندي شغل انا عايز اقول لك على الجروبات بتاعت الستات اللي على السوشال ميديا اللي انا اكيد مشتركة فيهم كلهم اه دايما يبقى فيه حتة اللي هي بتاعت هو مسلا اه اتجاوزني وانا بشتغل ودلوتي عايزني سيلو الشوق هو اتجاوزني على فكرة وانا باصحة مثلا متأخر شوية دلوتي هو عايزني اصحى بدري مع ان انا هو كان في الاول عارف كازا هو كان وخيني الاول وانا بحط ميكوب دلوتي هو مش عايزني حط ميكوب طب انا عجبتك وانا عاملك ده ايه اللي تغير بعدين ودي لازم انا بقول لجماعة متقول يا حبيبي من الاول انا عايز ده ليه فكرة او انت اقول لها انت بتشتغلي احنا بعد الجواز انا مش هليكي تشتغلي وهي ليه حق الرفض هي ليه حق انها تقول انا مش عايزة دوت انا مش هعمل كذا فتبقى انت واضحة ان هيحصل ايه هي تقول لك زي بالظبط كده انت انت تجاوزتيني كده انا عايزة ده فيبتدي اعمل مشاكل فيبتدي احصل خناء فيبتدي احصل بقى اللي قلنا محكمة الاسرة والمشاكل دي طب ليه ليه ما احنا جزء من التفاول ان انا اتعامل مع الامور بواقعية بلاش تفاول ده مش تفاول ده وهم ان انا لا لا بعد الجواز انا ولا هتحط ميكب ولا هتنزل الشوخ ولا هتروح النادي ولا هتنزل مع صحابة بتوع الجامعة ولا اي حاجة تفضل قاعدة في البيت ما بتتحركش فيه ناس بيجي تقول لنا خلات ونجحت لا ما اخناها بقى والجواز والعيشة بقى وارفانين وطلع عينينا والوضع صعب ايوا يا سيدي الفاضل ما هو عشان الحاجات ديت ليس واخد بالك صح فلكن ما هو خلينا اقول حتة كده احنا فيه رجالة كتير في مصر وورا الكاميرا بيبصوا لي اللي هو هيتكلم في المر سي السيد سي السيد دي شخصية خيالية عملها رواق عظيم استاذ مجيد محفوظ الله يرحمه وهو كان بيحط صورة شخصية سيئة شخص كان سيئ ده مش معناه ان احنا لازم نبقى عاملين زيه لكن احنا خدنا الجزء بتاع ان هو بيخش البيت بيقول الكلمة كله بيقف بيسك هو كان خوف وليس احترام ان احنا لما نشوف بقية الفيلم او الرواية ونقراها لان هو حصل له مشاكل وولاده كانوا بيعملوا كذا وكذا من وراه وهو كان بيعمل ايه هل ده اللي انت عايزه؟ هل ده اللي انت عايزه في حياتك؟ وشخصية امينة السيدة الخانعة تماما اللي بتعمل اي حاجة هل انت عايزها كده؟ يعني انت لما بتجي ترتبط ببنت دلوقتي انت عايز الشخصية دي؟ لا انت بتدورها على شخصية حرارة بتاع بس انت عايزها تبقى كده لا ما بيحصل يعني الكاميرا ما بيحصل ما تحولش وتعبش قلبك ومتعبناش معاك محمود انا بجد بشكرك النهاردة على وجودك معايا ومبسلت جدا من الانتربيو وان شاء الله نشوفك تاني قرائز باذن الله وانا مشكول وشكرا لك وكده تكون خلصت الحلقة النهاردة نشوفكم ان شاء الله الاربع الجاي في تفصل معايا باي باي